السلام عليكم في هذه السلسلة التي أشرح فيها المنهاج الدراسي في الفيديو اليوم سنرى طرائق الدريس والمبادئ الموجهة لها والمبدأ الذي تتأسس عليها جميع طرائق الدريس هو مبدأ اعتبار المتعلم محور كل عمليات تعليمية التعلمية لأنه إذا تأملنا المقاربة بالكفاية والبيداغوجيات التي فيها والمرجعيات النظرية التي تأثرها وشفنا مدخلات ومخرجات المنهاج الدراسي فنكتشفوا باللي هات الشيء كامل كيرقزها للمتعلم وكيعتبروا عنصر أساسي في العملية التعليمية التعلمية والمبدأ الثاني هو مسايرة حاجات المتعلمين والمتعلمات وتنمية كفايتهم بجميع أبعادها اللغوية والمعرفية والتواصلية والمنهجية والإستراتيجية والتقافية والتكنولوجية وفاش كنقوله أبعاد الكفاية مثلاً لبعد التواصلي فكنقصدوا به أن المتعلمي يقولي يتمكن من اللغة العربية ويكون قادر على التواصل بالأمازيغية ويتقن على الأقل لغتين أجنبيتين والبعد المنهجي يقصدوا به أن المتعلم تولي عنده منهجية تفكير وتولي عنده منهجية العمل في الفصل وخارجيه ويكون قادر أنه يطبق ذلك الشيء للتعلم خارج الفصل الدراسي لأنه بالنسبة للمقاربة بالكفاية مش مهم أن هذا المتعلم يعرف فقط إنجز عملية طرح والجمع في الورقة أو في الدفتر أو في النوحة ولكن الأهم هو أنه تكون عنده القدرة أنه يستعمل هذه العمليات منين غادي يشري شيء حاجة خارج المؤسسة والمبدأ الثالث هو تعزيز الدكاءات المتعددة والقدرة على الاختيار وحل المشكلات وهناك يقصدوا به أن كل متعلم كتلقاه كيتفوق في تخصص معين لذلك خاصة تنوية الطرق باش كل متعلم يبدأ في التخصص لكيرتح فيه لأنه كتلقى متعلم عنده دكاء حركي وآخر عنده دكاء رياضي وآخر عنده دكاء لغوي ثم مراعاة سن المتعلم وخصوصياته النمائية بدنيا ونفسيا وعقليا وهذا الشيء هو الذي تكلم عليه فياجي يعني خاصة طرائق التدريس المعتمدة دائما تأخذ بعين الاعتبار سن المتعلم ثم الانفتاح على المحيط واستطمار كافة معطياته الغنية بالدروس لأنه كينام بعض المواد اللي كتطلب الخروج خارج الفصل الدراسي مثلا مادة النشاط العلمي اللي كتطلب أنه يتم تنظيم خارجات لاكتشاف النباتات أو الحشرات مثلا اللي كتطلب الخارج الفصل الدراسي اللي كتطلب الخارج الفصل الدراسي